اخر مشكلة واخر حكاية كانت حكاية فتوح اشف كده هبدأ معاك بيها تانش ما هو تطورات حكاية احمد فتوح هل هو بقى وقع وجدد للزمالك ولا خلاص مش هيكمل مع نادي الزمالك ولا ادارة نادي الزمالك المستقبلية هتصرف النظر عن فتوح عشان مغالاته ولا ايه الوضع بالنسبة للفتوح نقطتين النقطة الاولى كنا اتكلمنا فيها من فترة طويلة ما قلتلك عنده عرض من ايكس امستردام وانت قلتها استغربت جدا الموضوع وازاي يفوت فرصة زي دي كان وكيل اعماله او مش وكيل اعماله يعني الاستاذ سمير ده القائم بعمله اه يعني حد بيتفاوض باسم فتوح لانه وكيل اعمال فتوح هو احمد يحي موضوع منتهي احمد يحي موجود في جلسات التفاوض وبيتفاوض وبتعلك ان الاستاذ سمير اللي هو مفاوض من فتوح ده ليه علاقة ان فتوح بيتعامل معاه ماليا في بعض الامور فالرجل بيتعامل في الامور المالية مع فتوح لكن الناحية الفنية اللي فتوح بيستشيره فيها هو او كيل اعماله الحقيقي اللي هو احمد يحي كان خرج وقال ان فعلا كان فيها عرضه من ايكس فده بيأكد على كلامنا كنت قلتلك في اخر الحلقة اللي فاتت لها من اسبوع هيكون فيه جلسة قريبة جدا وقبل الانتخابات للتفاوض على الارقام النهائية والجلسة حصلت من النهاية كريم فتوح بيتكلم في عقد 3 سنين يوصل لمية وخمسين مليون جنيه اه يعني مية وخمسين مليون جنيه المشكلة في ايه لا سمعني بس معلشنا واحد واحد يوصل لمية وخمسين مليون يعني فتوح هياخد من الزمالك مية وخمسين مليون جنيه في 3 سنين هو بي ده اللي هو بيكلفت دي طلباته الزمالك وافئة ده ولا لا بالتأكيد الزمالك مش موافئة على الارقام دي هي منحة التعاقط اللي معالية الرقم لان انا هقولك بقى من الاخر هي بدأت بتلاتين وصلت لستين كمان ستين اه دي جديدة دي بدأ انا اخر حاجة كنت وصلت لخمسين لا وصلت لستين الله خمسين دي ما جتش خالص هي بدأت بتلاتين هتجي معالي زبا جاي تقولي بوصلت لثمانين ما دي المشكلة ودي النقطة اللي سببت ضيق في التفاوض من قبل الناس اللي هي بتتفاوض ومرشح في الانتخابات عشان يضمنوا استمرار فاتوح ان هي كل جلسة برقم شكل هم مستغربين جدا ومنداشين الموضوع انت في اول جلسة اه وانا كنت حكيت لك حتى الجلسة اللي مع الادارة السابقة قلت لك هو عايز تلاتين مليون من حتى عاقد وبيتكلم في عقد سبعين مليون في تلات سنين وده مقبول سواء بالنسبة للادارة اللي كانت موجودة او الادارة اللي هتبقى موجودة اه لكن ان الموضوع كله يتضاعف ده عمل تفصر بايه افصر انا الوقت مسلا احمد فاتوح وانت حراج مسؤول ناجي الزمالك فجيت قلت لك انا عايز مقدم تعاقد او يعني من حتى تعاقد تلاتين مليون جنيه وعكذا سبتك شوية قلتك لك 35 لما لقيتك مثلا مرحب شوية فجيت شوية قلت لك انا بقول مثلا يعني 40 لحد ما وصلت لقيتك برضو مرحب شوية فقلتك لك خليهم ستين هل ده يديني تفسير او يخيطي توقع انه فاتوح بيحاول يعجز الزمالك الحقيقة ان فاتوح انا هقولك وشايف الموضوع ازاي وحسبه ازاي وده اللي حصل يعني من خلال الامور اللي بتوصل لنا في جلسات التفاوض فاتوح حسب ان دي الفرصة الوحيدة اللي هياخد فيها رقم كبير دي فرصته اللي هو في نقطة قوة في نقطة قوة جدا الزمالك عنده قفقد مهما كان المرشحين بالمناسبة الزمالك ممكن تلاقيه جاب ظهير ايسر جديد في شهر يناير اللي جاي مين مين لا لسه فيه مرشحين للمركز ده بس ممكن الزمالك يتحرك في الملف ده ممكن الزمالك المجلس الجديد لو فاتوح مش هيجدد هيجمده وبالتالي يضيع عليه اللعبة مع منتخب مصر كاسر الامر حلو امور كسيرة هيتم قولي بقى الوضع في الاخر عشان اروح لعمر وحسان الوضع في الاخر دلوقتي هل في جلسة جديدة هل الامور اتقفلت انا هاني من اخر حاجة حصلت بالامس احد المرشحين او اللي هيكون مسؤول عن ملف الكورة لو قدروا للنجاح في الانتخابات اللي جاية تواصل مع خال فاتوح او اللي يقال انه خاله وقال له انا بشكرك جدا على تصراحاتك الاعلامية اللي حصلت وبالمناسبة كابتن احمد سليماني وقال له انا بشكرك جدا على تصراحات الاعلامية اللي انت قدلت بيها وقلت ان الامور قريبة مع الزمالك وده احنا بنرحب بيك يا زمالكوية بعيدا عن اي مناصب وهنا حابين فاتوح يجدد ويكمل فكان كابتن احمد سليمان حريص من خلال المكالمة دي انه يهدى الرتم ويهدى الدنيا فالستاذ ساميري صلاح كان رده عليه قال له وفاتوح ما عندهش مشكلة انه هيكمل لما يكون فيه مجلس جديد ويبقى فيه ترابيز مفاوضات فبالتالي الدنيا هيديت شوية فاتوح عارف ان الزمالك مش هيستجيب او المرشحين او اللي ممكن يحليفهم التوفيق مش هيستجيبوا للمطالب اللي هي بتفوق المية مليون دي لان انت عارف نسبة الدرائب ونسبة القيمة المضافة فالعقد بالنسبة للزمالك مبالغ فيه فبالتالي بدأت الامور تهدى في الناحيتين خد بالك لحد اللحظة اللي احنا فيها دي فاتوح رغبته الاولى والاخيرة هي الاستمرار في نات الزمالك هي المطالب مبالغ فيها بشكل كبير ولكن انا بقولك بعد الانتخابات ويبقى فيه مجلس جديد الامور هازم اشتركوا في القناة